رحبت مصر بقرار الأمين العام للأمم المتحدة استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي ريتنو مرصودي وزيرة خارجية إندونيسيا هذا المنصب الأممي مطلع شهر نوفمبر وكانت مصر قد قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحاركا موسعا على مصاري الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023 ونجح التحرك في حج دعم 251 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه ويعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة